اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ودي العهد نايب القائد الاعلى نايب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان مملكة البحرين تواصل الاهتمام بالطاقات الشابة من خلال خلق الفرص وتوفير البيئة والامكانات اللازمة لتعزيز دور الشباب في المجتمع لما لهم من اسهامات في عملية البناء والتنمية واضف سموه ان المملكة خطت خطوات واسعة نحو تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات حيث استطاعت ان تحقق العديد من الانجازات عبر مسيرتها الطويلة وعطاعتها المستمرة في جميع المحافل الدولية وبالاخص تلك المنجزات المشرفة في تاريخ الرياضة النسائية البحرينية والزهارها مشيدا سموه بجهود المجلس الاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الامير سبيكا بنت ابراهيم الخليفة قرينة عهل البلاد المفدة والمبادرات التي تم اطلاقها بهدف دعم المرأة وتمكينها على جميع الصعود جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب اسيا ليلعاب القوة رئيس الاتحاد البحريني ليلعاب القوة اللورد سبستيان كور رئيس الاتحاد الدولي ليلعاب القوة حيث رحب سموه بزيارة اللورد سبستيان الى المملكة لحضور اجتماع لجنة تطوير المرأة بالاتحاد الدولي ليلعاب القوة واثنى سموه على الدور الذي يقوم به الاتحاد البحريني ليلعاب القوة والاهتمام الذي يوليه الاتحاد لدعم تعزيز نجاحات المرأة وانجازاتها الرياضية واضف سموه ان المنجزات التي حققتها الرياضة البحرينية على مختلف المستويات الخليجية والعربية والدولية ومصدر فخر واعتزاز للجميع وهو ما يعكس الجهود المخلصة التي تبدلها في سبيل تطوير الرياضة البحرينية من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اتحاد دول غرب اسيا لالعاب القوة رئيس الاتحاد البحريني لالعاب القوة من جانب عرب اللورد سبستيانكو رئيس الاتحاد الدولي لالعاب القوة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد على فرصة اللقاء وما يبديه سموه من اهتماما بقطاع الشباب والرياضة